أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم اليول الحاشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتوا محسونهم من الله فآتاهم الله من عيس لم يحتسبوا وقذاف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترقتموها قائمة على أسولها فإذن الله وليغزي المؤمنين فبإذن الله وليغزي الفازقين وما أفعل الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتام والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أعطاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شحى نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لَا إِنْ أُخْرِجِتُمْ لَنَا خُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُوا فِيكُمْ أَحَدًا نَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ لَا إِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَا إِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصِرُونَهُمْ وَلَا إِنَّ سَرُوهُمْ لَيُوَلُونَ الَّدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَادِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْحَ الصَّلَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُورٌ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمُوعًا جَمِيعًا وَقُلُوهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعَقِلُونَ كَمَذَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِبًا زَاقُوا بَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلِنِسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي يَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْزُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدَهِ وَابْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتبكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العزيز